بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة على قناتي بعملها من خلال برنامج VSDC Video Editor دعنا نبدأ بالشرح في البداية رحلو على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج VSDC Video Editor وبعدها رحلو على زر Downloads ومن ثم بعدها رحلو على Video Editor نضغط على Video Editor فبالتالي بظهر لنا اللي هي صفحة فيها برنامج VSDC Video Editor وأيضا في زر موجود Download Video Editor ننقر على Download Video Editor ومنبلش التحميل في البرنامج طبعا بعد ما يتم التحميل الخاص بالبرنامج نفتح الانستولر الخاص بالبرنامج نختار اللغة الإنجليزية لأنه اللغة العربية بش موجودة ومن ثم نختار OK بعدها نختار نختار Next بعدها نقرأ الشروط الخاصة بالبرنامج أنا ضروري وبحبذ أيضا أي برنامج بتم تنزيله إنه نقرأ الشروط يعني إذا كان فيه واحد ضعيف في اللغة الإنجليزية بيمكن نستخدم Google Translator لشان يحول اللغة الإنجليزية للغة العربية بعد ما نوافق على الشروط نضغط على I Accept ومن ثم Next بعدين Next بعدين نختار تنزيل البرنامج برنامج VSDC Video Editor من خلال Browse ومن ثم Next هون نختار اسم الفولدر الخاص بال Start Menu أو Shortcut راح يكون بال Start Menu من كان نغير اللي هو اللي هو الفولدر من Browse ومن ثم بعدين نختار Next طبعا هنا ممكن الشورت كات الخاصة بالبرنامج شورت كات خاصة مثلا في ال في اللي هي تصوير الشاشة لا الفيديو تصوير الفيديو من الكام أو أي كام موصول بالجهاز وسكرين روكوردر سكرين روكوردر اللي هو تصوير الشاشة الخاصة بجهاز الكمبيوتر يمكننا طبعا نختار أي خصائص موجودة هون طبعا هي اختيارية Optional للي بناسبك نختار Next ومن ثم نضغط على Install نستنى لحتى يتم تنزيل البرنامج بشكل كامل اشتركوا في القناة بعد ما يتم تنزيل البرنامج بشكل كامل وتنصيبه بشكل كامل لإمكاننا بعدين نفتح البرنامج من خلال اللي هي Launch VSDC Free Video Editor ثم Finish رح يتم اللي هو فتح البرنامج تعديل الفيديو VSDC في البداية في البداية ممكن يطول فتحه في البداية فقط في بداية التنزيل هيك بيكون فتح برنامج VSDC Video Editor وإضافة تأثيرات وأيضا تعديلات احترافية للفيديوهات الخاصة فيك زي ما أنتم شايفين البرنامج مجاني 100% طبعا في نسخة Pro Virgin 20 أخرى يمكن سعرها تقريبا 20 دولار بإمكانك شراها من نفس الموقع طبعا من ضمن الخصائص الأخرى والإضافية اللي بعطيها برنامج VSDC هو أنه نعمل Screen Capture اللي هي تصوير لشاشة الكمبيوتر الخاصة فينا لعمل شروحات الفيديو مثل الشرح اللي بعطت إياه وأيضا للفيديو Capture اللي هي تصوير الكام وأيضا أي كاميرا موصولة بالجهاز طبعا بإمكانك تعمل كمان اللي هي Slide Show للبرنامج الخاص فيك طبعا بإمكانك تقرأ المواصفات الكثيرة جدا لهذا البرنامج إن شاء الله باستناكم في الدروس القادمة إن شاء الله رأعطي دورة كاملة إن شاء الله للبرنامج إن شاء الله تكون للمبتدئين حتى الاحتراف بإذن سبحانه نراكم في الشرحات القادمة إن شاء الله بتمنى تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم بتمنى تعملوا شير أيضا وتمنى تعملوا كومنت بشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة من إذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته